في البداية خلينا اتكلم مع حضراتكم على الناس اللي طلعة تردد كلام انا قلت قلت كنت قلت وابل كده عندما سئلت او عندما رأيت ان هناك البعض بيحاول ان هو من حوالي 6-7 شهور او من سنة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ومن بعدها فترة الانتقالات الشتوية الماضية برضو لقيت ناس طلعت الكلام تقول لك هو الاهلي بيجيب الفلوس دي كلها منين والاهلي بيصرف منين الاهلي بيعمل كده ليه فانا ساعتا قمت قايل يا جماعة وانت مالك ليس لها محدش له علاقة بالاهلي بيجيب فلوسه منين لانه النادي الاهلي معروف بيجيب فلوسه منين لكن انا هنا هوجه كلامي لكابتن طريق السيد الحقيقة وقوله على فكرة اللي سأل هذا السؤال هو اعلامي زمل كاوي مش انا انا عمري ما اسأل انا ما ليه نادي الزمالك يجيب فلوسه منين ولا حاجة ما تخصنيش هي حاجة ممكن يكون عليها علامة استفهم بس برضو ما تخصنيش فعمري ما اسأل هذا الكلام وعمري ما هقول هو نادي الزمالك اللي ما كانش فيه فلوس بناء على كلام رئيسه السابق دلوقتي بيقول ان فيه فلوس او جاب الفلوس دي منين كل ده ما يخصنيش وكل ده انا ما ليش دعوة به وكل ده انا مش عايز اتكلم فيه فا وما اعتقدش ان فيه اهلاوي شاغل باله بمثل هذه الامور يعني هل انا من الممكن ان انا اشغل بالي كراجل اهلاوي يعني ممكن اشغل بالي باللي بيحصل في اندية اخرى خالص الفارق الكبير ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني انا هنا بتكلم بجد وبتكلم بشكل عام بتكلمش على نادي الزمالك انا بتكلم بشكل عام الفارق الكبير ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكو ده إنه النادي الأهلي ما بيشغلش بالو اللي غيري بيعمل ايه هنا مثلا يجي يقولك ايه بعض الأندية فرحمة بعدد الصفقات الكبير اللي هم جابوا أنا مالي ما تخصنيش جيب عشر صفقات جيب عشرين صفق إذا كان القوانين واللواقح بتتوح ليك دي لك ده بيعمل كده أنا مالي متخصنيش النادي الأهلي عندما يفكر بيفكر في وسامة أبو علي شمعنا وسامة أبو علي عشان وسامة أبو علي النادي الأهلي ماحتاج راس حربة فجاب راس حربة النادي الأهلي ماحتاجه لعيب جوكر زي عمر كمال عبد الواحد فجاب عمر كمال عبد الواحد النادي الأهلي ماحتاج لحارس مرمة فجاب للزنفولي مش مجرد إن أنا بجيب عشرين صفقة وحطهم وخلاص وبأنا جبت صفقات وأنا كسبت في الموسم الشتوي جبنا أفرقة تحت السن في إطار القرارات اللي خدها مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده الاهتمام بالموهوبين فجبنا اتنين لعيبة واحد راس حربة أو واحد استوبر وواحد راس حربة قد نستفيد منهم من بعد كده أنا مش لازم قعد أجيب عشرين لعيب في الفترة الشتوية وأجيب تلاتين لعيب في الفترة الصيفية أنا مالي اللي يجيب يجيب واللي يعمل يعمل آمن الممكن أن تكون هناك علامات استفاهم كثيرة جدا ولكن ما يخصنيش ولا أسأل عنها مش دوري أن أنا أسأل عنها في لو أنا بشتغل في قناة تانية ممكن لكن أنا هنا مش دوري أن أنا أسأل أنا دوري هنا أن أنا لما حضرتك تتكلم عن النادي الأهلي وتقول النادي الأهلي بيجيبهم فلوسه منين أطلع أقولك أنت مالك وأطلع أقولك مش أنت مالك أطلع أقولك أنت مالك بالعلم أطلع أقولك أنت مالك بالمنطق لانه هل حضرتك قبل ما تسأل النادي الاهلي جاب فلوسه منين عرفت عدد الرعاة اللي دخلوا للنادي الاهلي دخلوا فلوسه ايه طيب حضرتك تعلم ميزانية النادي الاهلي السنة اللي فاتت كم طيب معروف حضرتك او حضرتك تعرف عدد البطولات اللي خدها النادي الاهلي وكسب منها فلوسه ايه هل حضرتك تعلم عوائد بيع اللاعبين اللي النادي الاهلي بحهم جابت للنادي الاهلي اديه هل تعلم حديك رقم صغير قد كده اي حد بيتكلم في هذا الامر هل تعلم ان ميزانية النادي الاهلي وصلت الى في 30 يونيو الماضي مش انا اللي بقول دي ميزانية موجودة قدام الناس كلها هل تعلم ان ميزانية النادي الاهلي فاقت 3 مليار وشوية هل تعلم ان ميزانية الكورة او الكورة حققت صافي ربح اكتر من 20 مليون جنيه ارقام سريعة جدا كده بقول ارقام وحقائق في الاخر دايما ميزانية النادي الاهلي فيها فاقت رغم المصروفات الكثيرة على كل الالعاب والحصول تقريبا على كل الالعاب وفي كل المستويات فالموضوع في النادي الاهلي فيه شفافية واعلانات ورعاة وبطولات بتدخل فلوس ولعبين بتتباع ولعبين بتيجي عشان كده انا من حق اقولك انت مالك لان انت لو بتعرف تقرأ لو بتعرف تقرأ انا هنا مش بتكلم مع عكبت انطارق طبعا انا بتكلم بشكل عام الناس اللي بتتكلمت على النادي الاهلي في ذلك الوقت لو بتعرفوا تقرؤ وبتعرفوا تعملوا سرش على اللي بيحصل هتعرفوا ان الكلام اللي انا بقوله ده موجود على جوجل في اي مكان تسأل كده ما هي ميزانية النادي الاهلي حيرد عليك جوجل حيرد عليك يقول لك ميزانية النادي الأهلي قد كده كم عدد البطولات التي فاز بها النادي الأهلي هتلاقي مثلا السنة اللي فاتت ست سبع بطولات طيب كم عدد أو كم من الأموال دخلت إلى خزينة النادي الأهلي بسبب فوزوا بهذه البطولات هتعرف ان هم داخلين في 10-15 مليون دولار اسئلة بسيطة جدا واسئلة سهلة جدا اسئلة ممكن سهلة جدا ان انت تلفون مش معايا كنت هتلاحها على جوجل كده واقول ايه اسئلة هتعرف الاجابة مباشرة لماذا النادي الأهلي بيصرف الفلوس كده او عنده فلوس من ايه لكن انا انا مالي زي مالك يجيب 10 لعيبة يجيب 20 الفيرامدز يجيب 15 الاسماعيل يجيب 30 داي يجيب 20 حاجة ما تخصنيش ولا انظر لهذه الامور حتى لو كان عليها علامات استفهام حتى لو كان عليها علامات استفهام عمري ما حروح لمثل هذه المنطقة لانه مش دوري مش دوري ان انا اقول ان فيه من اينا لك هذا مش بتاعتي مش انا اللي اقدر اقول هذا الكلام فلكن النادي الاهلي اقدر اقول مش انا جوجل كمان بالمناسبة يقدر يقول معي موسيقى